بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال الحديث موصولا عن العلم وتقسيمات العلم إلى اسم وكنية ولقب وتحدثنا عن ترتيب كل منهما إذا اجتمع سويا واليوم نتحدث عن إعراب الإسم إذا اجتمع مع اللقب كيف نعرب إذا اجتمع الاسم مع اللقب فالاسم يعرب حسب العوامل لأنه متقدم في الغالب وأما اللقب فله مع الاسم أربع حالات يبقى الاسم جاء في أول الكلام أو جاء متقدما عن اللقب يعرب حسب موقعه في الجملة أما المتأخر وهو اللقب فله مع الاسم أربع حالات الحالة الأولى أن يكون الاسم واللقب مفردين أي كل منهما متكون من كلمة واحدة والمفرد هنا المقصد بالمعذرة والمراد بالمفرد هنا ما ليس بمركب فالمفرد ما تكون من كلمة واحدة والمركب من كلمتين أو أكثر تقول جاء علي هو اسمه علي ولقبه الأمين زي محمد صلى الله عليه وسلم الأول اسم والثاني لقب له اشتهر هذا الرجل بالأمانة فأطلق عليه لقب الأمين فيضاف الأول إلى الثاني يعني الأول يعرق حسب موقعه في الجملة وهو علي والأمين يعرب مضاف إليه مجرور على ما تجره الكسرة أو مضاف إليه ويجر الثاني بالإضافة ويجوز أيضا في الاسم الثاني الإتباع فيعرب بإعراب الأول على أنه بدل من التوابع أو عطف بيان يعرب بدلا أو عطف بيان وهذا من باب التوابع يجوز الحالة الأولى إذا اجتمع الاسم مع اللقب وكان مفردين يعرب الأول حسب موقعه في الجملة والثاني يعرب مضاف إليه أو يجوز وجه آخر أن يكون بدل أو عطف مكان أو معذرة بدل أو عطف بيان فتقول هذا علي الأمين ورأيت علي الأمين على التبعية هنا هذه تبع الأمين تبع علي في حالاته الثلاث ومررت بعلي مجر هنا والأمين يكون إما بدل وإما عطف بيان ويعرب بعلامات الاسم الذي قبله أما الحالة الثانية من حالات اجتمع الاسم مع اللقب أن يكون الاسم واللقب مركبين الأول مركب والثاني مركب الاسم مركب واللقب مركب كقولك عبد الله زين العابدين عبد الله مركب وهو علم وزين العابدين مركب الأول اسم والثاني لقب وحالة الثالثة سنذكره تفصيلا إجمالا لها الحالات الثلاثة تجتمع كلها في إعراب موحد الحالة الثالثة أن يكون الاسم مركبا واللقب مفردة الاسم مركب مثل عبد الله ولقبه السفاح عبد الله ولقبه السفاح الاسم عبد الله ولقبه السفاح الحالة الرابعة أن يكون الاسم مفردا واللقب مركب عكس الحالة السابقة الأول كان مركب والثاني مفرد لا هنا الأول مفرد والثاني مركب وهو زين العابدين وفي هذه الحالة الثلاث تمتنع الإضافة ما يفعش يكون مضاف إليه أبدا ويعرب اللقب بإعراب الإسم يعني على التبعية يعني يجوز فيه أن يكون تابعا على أنه بدل أو عطف بيان للتبعية ويتبع ما قبله رفعا ونصبا وجرا فإن كان اللقب مركبا أعرب صدره كما ذكرنا يعني يقرب نفس الإعراب السابق لو كان اللقب هو الجزء الثاني مركب يقرب الصدر بس جزءه الأول يعني هذا الإعراب الذي ذكرناه وأما عجزه فيكون دائما مضافا إليه فيكون عجزه دائما يكون مضافا إليه يبقى عندنا ثلاث حالات تشترك في الإعراب أن يكون الاسم واللقب مركبين أن يكون الاسم مركب واللقب مفرد أن يكون الاسم مفرد واللقب مركبا الاسم مفرد واللقب مركبا تمتنع الإضافة ما ينفعش يكون اللقب مضاف إليه أبدا ويعرب اللقب بإعراب الإسم على أنه بدل أو عطف بيان بذلك نكون انتهينا من إعراب أو محاضرة نتحدث فيها أو تحدثنا من محاضرة تحدثنا فيها عن إعراب الإسم مع اللقب في جملة إذا اجتمع فإلى محاضرة جديدة إن شاء الله